موسيقى الحمد لله الذي كفانا بالقناعة وجعلنا نطلب الخير في هدي الجماعة ونسأله أن يميتنا على الإخلاص وأن يحيينا على بناء الرصين الأساس وأن يبعثنا مخلصين يوم قيام الساعة والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وبعد في خذم هذا الزخم هذا اللي تكلمت عليه في الحلقة الماضية هناك أيضا من سألني والسؤال مكتوب قال أنت عرفناك في الحراكة الإسلامية بهذا اللفظ أنا لا أذكر أسمعه مكتوب يعني هذا الأمر وشوفوا صفحة إسأل بأنك بدلت جلدك الحرباء في الحركات الإسلامية وخنت وما نعرف واشا للأسف الشديد سأشرح هذا الأمر ولو في حلقتين وقبل ذلك يعني كما قلت لكم مراني قدام كماني ليخرش ربي أريانكي يكسيك اللي سرقت له في الحراكة الإسلامية أو تذللت له ولا واحد من المسؤولين في الجزائر في كتاباتي رحت نلحصله في الصباط كما يقولوا باش نتحصل على حاجة يقول لي ولا واحد من الحركات الإسلامية رحت نذلل له ولا نكولس معاه باش نكون كذا يقول لي ولا واحد يعني يشوف لي نظلت من الزعماء الحيين منهم عبدالله جاب الله ولا الدكتور أحمد بن محمد ولا اللي حيين يعرفني بأني انتهازي يكتب كما قلت للإخوة أنا عندي قلمي أعيش به عندي ثقافة العصامية اللي حب يناقش أمامه الجرائت أمامه القنوات وصدري متسع للاختلاف الرأي أما الكواليس والطعنات من وراء الظهر والخبث والكذب أنا ليس من شيمتي ذلك أيها الإخوة ناس ظنوا كين الناس وش يقولهم الآن وش يقوله بأن مدير القناة ترى وعطي ملايير لهذا العبد بني الملايير لهذا العبد يسأل مدير إن شاء الله مدير القناة يطلع عليكم في يوم ما ربما نموت قبله ويشهد شهادة الحق على هذا العبد الضعيف كما قلتنا ليس غرضي في في دنيا يا زوز حويج أن ينتصر العقل وأن ينتصر السلم وأن تنتصر الجزائر أن ينتصر العقل على الهامجية على الجهل وأن ينتصر السلم على دعوات الإرهاب وأن تنتصر الجزائر تعود إلى ريادتها تعود إلى مكانتها تعود ذات هيبة أكمل الأبيات اللي قلتهم لأنهم يخصوا هذا المعنى وعشنا سويا رأس مالنا خلة أراها مع الإيمان أغلى الذي عندي خرجنا من الإرشاد فالرشد بعدنا تناهى إلى الإسفاف في غيبة الرشد وكانت حماس إذ غدون ثلاثة حماسا كنحل في مروج من الورد وللنحل لسع ديدن النحل دائما وذاك أخي العربون في مطلب الشهد إذا حبيت أنت تدي الأسل تصبر على قرص حل في الحركات الإسلامية يعني أنت نحل تجي تقرص تصنع لهم لأسل لا 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 يقول لك لا لا نحن نجيب الزبان خير الزبان ما يقرص شي يحطه ما يجعش ولكن يطير يطير الزباب لغير الهدى فيأتي المزاب لا يبغي الغداء وفي نتلها يستطيب الحياة ويحسب أنه قد اهتداء ومن لا يعرف للنحل قدرا يقول ذباب ككل الذباب لما يعرفش للنحل قيمته يحط ذبانا وأنا قلت خطر فيما لم أقل هذا الكلام قلت كتابة أن الإنسان في حياته كين واحد يتواضع واحد يهون اللي يهون يقول فيه المتنبي من يهن يسهل الهوان وعليه ما لجرح بميت إلامه واللي يتواضع حقيقة يصل إلى حجم النحلة هذا كوة لأن النحلة حشرة أما اللي يهوني واللي ذبابة النحلة والشيطان هو الأسد أنا نتكلم على التواضع الشيطان في عالم الروحانيات هو الأسد الأسد من يسيد يسيد البقر ويسيد العجامة ويسيد الفيل ويسيد الأمور اللي تشبهوا أما النحلة كش ما لجيته أسد يسيد النحل ما يسيدش لأن النحلة ما تشبهوش وأيضا ما يسيدش الذباب لأنه هذوك الشيطان اللي يقول له ناس دافهين خلاص يقول له مدرسة ما بقاش يسيدهم الشيطان يسيد الناس لكبار هذوك اللي يحطوا الروح مكبار وكذا يسيدهم أما اللي يقول له هان ويقول له كما الذبان ما يسيدهمش وأيضا اللي يعزوا نفوسهم ويقول له الحل ما يسيدهمش لأن الذباب ضد الحل قلت وللنحل لسع ديدن النحل دائما وذاك أخي الأربون في مطلب الشهد ولكنهم يخشون لسعنا كونهم ذباب أشر في اقتصاد وفي قصدي وصارت حماس بعدنا في عصابة هي الثعلبان الغر في مجمع الأسدي وكانت تورينا قبل ذاك زهادة وقد زاهدت من بعد في جنة الخلد وأحسن ما في العيش زهد مع الغنى وأسوأ ما في العيش فقر من الزهد أخي الصيد أنت الدفء لما ألم بي سقيع جمود الخل في أعصر البرد غمرتني بالإحسان حتى كأنني ترععت في الإحسان مذكنت في المهدي وما مسني الضر وما بيت جائعا وما كرهت رجلايا حملي على الجهدي وإن عجزت رجلايا عن حملي أعظمي تعاهدتني بالريح ميمونة القدي فتجري ويجري الشعر مثلها في دمي وينساب في كفيك عذبا بلا عدي أأنت سليمان تجود على الدنا بملك عظيم في كؤوس من الود فتنصر مظلوما وتقمع ظالما وتمسح دمعا ظل يجري على الخد وتبعث حيا بعد أن ظنك العدار ميما ومات حين عدت من الحقد نعم عاد حيا قائلا إنني هنا فعدنا جميعا حين عدت من اللحدي هذه القصيدة التي قلتها في الأخ الكريم ربي يغفر له ويخفف عنه ويرحمه في مكانه وقلت هذه في حركة حماس كيفاش كنا كنا أنا العبد الضعيف وهو والذوادي وكي خرجنا خرجنا مع بعضنا من حركة حمس وسي عبد الحميد من الداود أو حيي نائب رئيس حركة حمس عبد المجيد مناصر وزير الصناعة هو حي ويعرف على مجال أشي خرجنا اجتمعنا فيه وهذا بطلب العبد الضعيف الوقت ذاك كنت أنا نكتب في مجلة الإرشاد وبعد النبأ وجمعها متفرغة للدعوة منهم عبد الحميد من الداود وآخرين متفرغين للدعوة ويخرصوا العبد الضعيف يكتب في الجريدة وفي الليل يصححها والصباح يهزها يروح للمطبع يكري كاتسون كاتباشي ما كانش لوقت ذاك شارك التوزيع نستفوها ونجيب شباب من الصغارة وان كنت ندرس يديروا لي كل حزمة نتأويلايا نربطها وانبعد نروح للبور لكمين الليمقاريين الليمقاريين كامي وتاع النبأ قال هاك لوقت ذاك الفورطابل ما كانش عنده غير قال هاك وصرها المقر الإرشاد في النبأ تعقال ما كيف كيف وهران كيف كيف كل كام يندي التليفون تاوي الفيكس ونعطيها هاك المصيريفة يرحم مالديك وصلها ونتنهات في المكتب وتوصل ما نخرصوش احنا وجماعة قادة متفرغة للدعوة تخلص هاو عيسى باللخضر شاهد رئيس جمعية الإرشاد في الإصلاح ولذلك احنا وكتبت خطرها في نشاط الحركة أننا نفقنا وجنا ألف شاب أين هي بلد وين هي المليار وكذا قلت لهم نجتمع وقلت للشيخ قال لهم الشيخ ما على بالوش والشيخ نحراح ربي يرحمه قل هلكم كل صراحة ودائما كل زائم راي بحذاها أي صابة تدي هو يفيق على اللخر هاو الأنبياء وبحذاها معي صابات سيدنا موسى عليه السلام اطلع لا يجيب الألواح الجماعة او اللي دارين بيها ابدو لا 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 إذن يعرف الإنسان قلت اجتمعنا قال الشيخ هو الصادق اطلبه الاجتماع قريت قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا قال للشيخ نحنا أعوذ بالله وش كين قلت يا شيخ ها وش كبنا في الحصيل السنوية انفقنا كذا من مليار مليار وثماني مليون وزوجنا كذا لي بو سليمان يا ربي يرحم وقال لي كون زوجناك علىك خفضت صوتك قلت له ما لا تشريني بالزواج فهمتها بي قلت له والله ما نتزوج معاكم إلا إذا خرجت من هذه الحركة وهكذاك كان أنا عند وعدي قلت له والله ما نتزوج عندكم إلا إذا خرجت من هذه الحركة وبقى يعني لما الشيخ نحنا حفاق بالأمر قال لهم نخلاص انتع الصادق والذوادي وعبد الله الصيد هذا اللي مات علينا احنا قعدنا أيامات شفنا اللعبة ليست على ما يرام خرجنا فيه ثلاثة قال لك هذه ما نقعدوش هذا هو السبب وعبد المجيد من عصرة وهكذا يعني أمور أخرى سنتطرق إليها فيما بعد يعني نحن دخلنا إلى هذه الحركة لم نصرق وإنما من أجل أن نرفع من شأن الجزائر وهي وسيلة لما رأينا غير ذلك غادرنا ولنا كل واحد يخلي الأثر ارتعوا في هذه الحياة لا تنسوا أن تبعثوا برسائلكم واستفساراتكم إلى الحلقة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة